لم تستفد من الانسحاب من الساحل الأفريقي فهل تنتفع من المواجهة؟ سؤال بات يتردد كثيراً داخل أروقة قصر الإليزي في باريس ففرنسا لا تريد الانسحاب فوراً من الساحل كما أنها لا تريد في الوقت ذاته الغرق في الرمال المتحركة بالساحل وتواجه باريس في مستعمراتها سابقة بالساحل غضباً شعبياً بسبب وجودها العسكري آخرها وقع اليوم في غرب النيجر بمقتل شخصين على الأقل وبإصابة ستة عشر آخرين عندما اشتبك محتجون مع قافلة عسكرية فرنسية اعترضوا طريقها وكذلك الحال في بوركينا فاسو اندلعت احتجاجات معترضة مدرعات وشاحنات فرنسية اعترضتها لإخفاق فرنسا في اتصادي للأرهابيين بحسب المتظاهرين وقبل أيام منع متظاهرون تقدم رتل لوجستي فرنسي جاء من ساحل العاج متجها إلى النيجر في العاصمة وآغادوغو في الواحد والعشرين من يونيو أصيب ثلاثة جنود فرنسيين من عمرية برخان وقبلها بنحو أسبوع قتل جندي نيجيري وأصيب ثلاثة جنود بينهم فرنسيين وتصنى في منطقة الساحل الأفريقي على أنها ساحة جاذبة للإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود جغرافيا تمتد منطقة الساحل بعرض القرى الأفريقية أسفل شريط الصحراء الكبرى وتضم بوركينا فاسو ومالي واتشاد والنيجر مع انهاء عملية برخان في الساحل وإلقاء الحمل على تحالف غربي تتصاعد حدة العملية المسلحة في المنطقة ورغم أن قرار انهاء عملية برخان اتخذ نهاية 2020 إلا أن باريس يبدو أنها تعيد في حساباتها هناك حيث لا تريد ترك أحد أهم مراكزها مراكز النفوذ في أفريقيا لقمة سائغة للروس والصينيين على وجه التحديد سيما بعد خسارتها جمهورية أفريقيا الوسطى لكن يبدو أن مواقف قادة مالي الجدد غير منسجمة مع فرنسا ودليل ذلك أن رئيس وزراء مالي قال أن باريس نشرت جنودها في المنطقة دون استشارة باماكو باماكو